الاجتهاد والتضحيات كانوا هما ديما تمرت النجاح النجاح اللي كيطمحوا له أغلب الشباب واللاعبين اللي كيمرسوا كرة القدم خصوصا عندنا في البطولة الوطنية النجاح اللي كيبقى له محلم وطموح خاصة ما يحققه بأي وسيلة ومن بين الأحلام دي لهاد اللاعبين هو حامل القميص الوطني وتمثيله في أكبر المحافل الدولية وأحد هاد الشباب اللي كيطمح لتحقيق هاد الهدف هو سوفيان راحيم لاعب منتوج خامل للبطولة الوطنية تكون في صغار فريق الراجاء وحقق بطولة مهمة مع الفريق الأول واللي كان واحد من أهم ركائز ونجوم هاد الفريق واللي في هاد اللحظة كيزيد يكمل تألق دياله مع نادي العين في الضيار الخليجية وبالضبط في الدولة الإماراتي تألق اللي خلال عديد من المتتبع المنتخب يطالبوا به بش يكون في لائحة المنتخب الوطني بقييدة وليد الرقراجي في العديد من الاستحقاقات ولكن الإطار الوطني لحد الساعة ما قدمش دعوة سوفيان واللي اليوم غنتعرفوا على أسباب هذا الاختيار وعلاش لحد الساعة ما كيتمش المناداتي عليه ذا المنتخب ولكن قبل ما نتطرقوا لهذا الموضوع غنتعرفوا أولا على ما صار اللاعب سوفيان راحيم لا با سوفيان يا ربا هذا وهو راحيمي وهو راحيمي وهو راحيمي لو كان قاسي كيف فتكون سوفيان راحيمي ابن مدينة الدار البيضاء المزداد سنة 1997 بالضبط في اليوم الثاني من شهر يونيو يوم اللي صادف تتويج الرجاء بالبطرول المحلي في ذاك الموسم واللي كان الأب دياله متواجد مع الفريق في ذاك اللحظة محمد راحيمي والملقب بالحاج يوعري حامل أمتعة الرجاء واللي كان حارس سابق للفريق في السبعينات والتحق سوفيان بالفئات السنية للرجاء في سن عشر السنوات ومرم الفئات كاملين حتى وصل الفريق الأمل في سنة 2014 في طريق ما كانش سهلة بتاتا الجز منها البطال ديانا العديد من الصعوبات وضع راحيمي أقدامه الأول مرة مع الفريق الأول بعد ما ينال إعجاب مدرب الرجاء في ذاك الفترة السيد راشيد الطاوسي ونادي عليه باش يكون ضمن لائحة الفريق لاستعداد البدايات البطولة الوطنية ولكن بسبب الجائحة المالية والأزمة اللي عصفت بالرجاء مكملش راحيمي ما سيرته مع الفريق وخرج على سبيل الإعارة لنادي النجم الرياضي اللي كيمار سكورة القدم في قسم الهوات تم مكانت الانطلاقة ديال سوفيان وفي موسم واحد لعب فيه 28 مقابلة قدر يسجل 15 الهدف نهيك على التكتير دياله في وسط الملعب وتعدد المراكز الوجومية اللي قدر يشغلها سواء جنح أيمن ولا جنح أيصر أو مهاجم صاريح أداءات الكبيرة ممرتش مرور الكرام على فتح جامان واللي كلم سؤول على الإدارة الفنية للنسور واللي دعاها من أجل التوقيع لناديه المفضل نادي الرجاء البيضاوي ونالإعجاب خوان كارلوس قاريدو مدرب الرجاء في ديك الفترة واللي أصر باش يكون سوفيان متواجد مع الفريق في السحققات الإفريقية واللي في داك الموسم وصل فريق الرجاء النهائي الكونفيدرالي واللي سجل فيه سوفيان رحيمي هدفين والتتوج بأول لقبله مع النادي الأخضر لقب اللي كانت بداية فقط لسلسلة نجاحات كبيرة لسوفيان مع هذا الفريق تخلي لها تتوج بكأس سوبر الإفريقي ضد نادي الترجي بقطر والتتوج للمرة الثانية بكأس الكونفيدرالي الأفريقية وكذلك تتوج بلقب البطولة الوطنية موسم 2019-2020 واللي اخذ فيه رحيمي لقب أفضل لاعب في البطولة واللقب الختامي أول وداعي الرحيمي مع نادي الرجاء هو لقب كأس العرب واللي كان بغيت تتوج به بقوة ويخليه كهدية وداعي الجماهية الرجاوية بحكم انتقاله في نهاية الموسم من نادي العيال الإماراتي سارة للوطن العربي كرة سوفيان بالعب الله الله ليلة الوداء ليلة البطولة ليلة رحيمي أوصلهم إلى النهاي ويريدوا أن يحسب النهاي سوفيان 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 مع المنتخب بدأت المسيرة ديله مع حوسين عموتة واللي ندي عليه باش يكون حاضر في لائحة المنتخب في كاس أفريقيا المحليين بالكاميرو الشان اللي كان المنتخب الوطني الأبرز مرشح باش يتوج بهذا اللقب وفعلا المنتخب المغربي كان بطل في ذيك المسخة للمرة الثانية على التوالي واللي تقلق في سوفيان رحيمي بشكل كبير وواضح وطلقى إشادات كبيرة من عدة منابر إعلامية وكذلك من لاعبين سابقين ومن أبرزهم كان سامويل إيتو نجم برشلون والمنتخب الكاميروني سابقا وفاز بلقب أفضل لاعب في الشان وكذلك بلقب هداف البطولة تقلق اللي ما مرش مرور الكرام على واحد خليلوزيتش واللي نادي عليه باش يمتل المنتخب في كاس أفريقيا سنة الفين وثمين وعشرين الكاميرون كذلك ولكن بدى رحيمي هاد البطولة من ديكات البودلاء وفي جامعة المباريات اللي خدها المنتخب في المسابقة مخدى رحيمي حتى الدقيقة لمشاركة الشيء اللي أتار ضجة كبيرة عند الجمهور المغربي واللي طالبوا مدري بالمنتخب المغربي باش يدخلوا للمباريات ويعطيه فرصة وفعلا دخلوا في الشوطاني في مباراة مصر بدور ربوع نهائي ولكن دخوله ممنعش الإقصاء اللي تجرعوا المنتخب بسبب تقلقه الكبير مع نادي العين وكذلك بعد تعيين وليد الرقراغي لقيادة الإدارة الفنية للمنتخب الجامعة توقع توجد سوفيان مع وليد في المباريات السعدادية وكذلك الكأس العالم بحيث كان كيتم المنادات عليه من قبل الناخب الوطني السابق ويحيد خليله زيتش ولكن وليد ما قدمش الدعوة لسوفيان حتى مرة للمنتخب واللي قابل هاد القرار لعديد من الاعترادات واللي كتطالب ضرورة تواجده مع المنتخب ولكن فكل مرة سوفيان ما كيتمش المنادات عليه كيزيد يجداد ويتقلق مع فارقه العين وهذا الشي اللي بغي وليد الرقراغي يزيد هاد اللاعي بيخدم على راسه ويزيد يطور من اداؤه مع النادي دياله بالخصوص انه في المركز اللي كيشغله سوفيان في الملعب واللي هو جنح ايصر هاد المركز عليه منافسة كبيرة واسماء قوية كتشغل نفس الدار بحيث سوفيان بوفال عبد الصمت الزلزولي وزكريا ابو خلال وكذلك ظهور نجم صاعد في سماء النجومية في الوقت الحالي واللي هو امين عدلي واللي كيتقلق بشكل كبير مع ناديه بايير ليفركوزن وكذلك التطور اللي كعرفه موسى وبراهيم صلاح مع فارقه رين فرنسي ولكن سبب الاصابة اللي تعرض لها زكريا ابو خلال في الركبة مع فارقه نادي تولوز الكل كان واضع امل ان سوفيان رحيمي يكون متواجد في لائحة وليد الاخير واللي ستواجه كل ملك الديفوار وليبيريا وكان متواجد بالفعل في اللائحة الاول اللي لهذه المبارتين ولكن في الاخير ما تنادج عليه مرة اخرى برفقة لعديد من الاسماء بحل مرض باطنة واللي كان متقلق مع فارقه الفتح السعودي وكذلك حمد الله لعديد من الاسماء الاخرى وسبب عدم استدعاء وليد السوفيان رحيمي هو سبب فني بحث بعيد على جميع الاسباب اللي كي حاول بعض روجناه وواحد من هذه الاسباب هو قوة الاسماء اللي كتواجد في هذا المركز والمنافسة الشريسة من اجل تمثيل المنتخب وكذلك الفرق في المنافسة في الدوريات فجودة الدور الاسباني او الدور الالماني او الفرنسي وكتتقارنش بازاتا بالجودة اللي كان في الدور الامارات واكيد وليد الرقراغي كي يبغي الاسماء اللي كتلعب باعلى مستوى وفي دوريات فيها تنافسية عالية وهاتش اللي صرح به في بداية ولايته مع المنتخب وانا شخصيا نتمنى تواجد سوفيان مع المنتخب حيث كاملين عارفي الامكانيات الكبيرة اللي عنده واللي احتأس له باللعب ذياله ومناسب بزاف الاضغار الافريقية ومكراته شوفه في تشكيله النهائية اللي غتمشي لكود ديفوار خلقان في مطلع السنة المقبلة حيث غي يعاون بزاف المنتخب المغربي نظرا لخبرته الافريقية واللي اكتسبع مع الفريق الرجال ولكن في الاول وفي الاخر القرار كيبقى المدر بوليد الرقراغي واللي عنده نظرة وقرأته الخاصة للموضوع وعنده فكرة واضحة كيفاش يصير الامور في المنتخب مكرت نشوف اراءكم هذا الموضوع في التعاليق واش رح يمي احق بالتواجد في تشكيله المنتخب الوطني واش يقدر يكون متواجد في الاستحقاقات المقبلة اولا اشتركوا في القناة